وإذا قال أهل العلم الصبر ثلاثة صبر على الطاعة وصبر عن المعصي وصبر عن الأقدار وكلها فيها ألم الصبر على الطاعة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها فيها فيها من التعب والألم لأن الإنسان يقوم الليل يصل للفجر يخرج زكاة ماله يخرج الصدقات هذا الصبر على الطاعة الجهاد في سبيل الله الصبر على الطاعة فيه تعب فيه مشقة على النفس لكن الإنسان قد يصل إلى مرحلة أنه يتمتع بهذه الطاعة مهما كان الثقيل على الآخرين لكنه يجدها متعة وراحة يفرح بها والصبر عن المعاصي كذلك فيه صعوب على الإنسان لأن النفس أمار بالسوء وقد يكون رفقاء السوء والشيطان من جهة أيضا كل هذه تدعوه إلى فعل المعاصي لكنه يصبر ويتحمل خاصة إذا كانت الأجواء تساعد على فعل المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فصبر عن هذه المعصية أمسك عنها وغيرها من المعاصي جاءته رشوة جاءته رشوة في عمله مبلغ وقدره فصبر عن هذه المعصية ومع أنه محتاج لهذا المال أو كذا فالقصده أن الصبر عن المعاصي كذلك فيه مشاعر أما الصبر عن الأقدار فأظهرها يموت له قريب أو ولد أو يصاب بمرض أو خسارة أموال أو غير ذلك من الأمور هذا الصبر عن الأقدار كذلك فيه وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء يعني حرارة مع مشق مع تعب مع ألم ترجمة نانسي قنقر